وإذا صار أي مشكلة زال المرة الماضية أنه صار لي ميوت أو أي شيء رجاء ودوه على التشات إذا لم يكن أحد يحكي ودوه على التشات أنه في مشكلة قبل ما أظن أن يكمل وفي مشكلة بالصوت تمام لأن المرة الماضية صار عندنا هاي المشكلة فما بدنا تصير اليوم نفس الشيء طيب نحن المرة الماضية خلصنا اللي هو الquantitative traits اليوم رح نحكي على اللي هو الheritability والrebeatability وموضوع الheritability والrebeatability هم موضوعين كثير مهمات بالنسبة للanimal breeding وإلهم application بأنك تفهم كيف الbreeding والmating فعليا بيأثروا على الgenetic improvement وبالتالي الفينوتيبك ونبدلش بأول واحدة وهو الheritability وبيرمزولها للh squared وكثير من الطلاب لما يشوف file h squared لو أعطينا قيمة الheritability مثلا وجينا حكينا للheritability equal point two فبيجيبوا لك الheritability معناته هي point two the point two معناته point o four هذا الحكي خطأ الheritability بيرمزولها لهيك اللي هو الh squared هي نفس الheritability تمام وتعريف الheritability it's the major of the strength of the relationship between the phenotype اللي هي performance and the genotypic value or the breeding value يعني هي بالعربي قوة العلاقة مش العلاقة هي قوة العلاقة بين شغلتين شو ما هدول الشغلتين اللي هو الphenotypic value والgenotypic وبالتالي من ناحية رياضية وهي فعليا بيتم ال-estimation لها للheritability عن طريق اللي هو ال-genotypic variation divided by phenotypic variation طبعا احنا بنا نحكي شوي انه كيف بيتم ال-estimation للheritability بس ما راح نركز عليها كثير احنا بهمنا ال-application لاستخدام قيم ال-heritability وشو معنى هاي القيام كيف نستخدمها وكيف نوظفها بالانمال ال-breeding هلا بشكل عام when the heritability is high يعني لما تكون قيمة ال-heritability عالية the performance is a good indicator of the breeding value and vice versa يعني لما تكون ال-heritability للصفة اللي بنحكي عنها هي low معناته performance or the phenotypic value is not a good indication or a good indicator للbreeding value بس لما تكون ال-heritability عالية معناته it's a good indicator للbreeding value وعادة ال-heritability بتأخذ قيم من zero إلى one ومنعرف الصفة إنها low-heritable traits لما تكون قيمة ال-heritability أقل من 0.2 ولما تكون القيمة بين between 0.2 to 0.4 هاي بسميها moderate heritable trait والصفة تعتبر high-heritable trait لما تكون قيمة ال-heritability أكثر من 0.4 تمام هاي بشكل عام كمان بشكل عام الصفات المرتبطة بال-fertility وال-survivability يعني لما نحكي مثلا عن mortality rate لما نحكي على الصفات الليها علاقة بال-fertility زي مثلا conception rate pregnancy rate calving interval twins الصفات اللي اللي علاقة بصفات fertility الخصوبة وال-survivability هذول عادة low-heritable traits يعني ورح نشوف بعض هاي الأرقام هم عادة أقل من 0.2 ال-heritable التي تبعت أوكي ال-production rates عادة بكونوا moderate heritable rate وال-production rate زي مثلا dry matter intake feed conversion ratio milk production growth rate هذول moderate heritable rate يعني عادة بتكون قيمهم ال-heritable التي تعيتهم من 0.2 إلى 0.4 ال-product traits أو characteristics of the product عادة بكونوا high-heritable traits يعني أكثر من 0.4 زي مثلا milk fat percentage milk protein percentage milk lactose fat composition of the muscle وهكذا لوصفات المنتج نفسه عادة بكون هاي 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 طيب هلا في بعض المعلومات اللي مطبطة بال-heritability إنه مش بالضرورة يكون في عندي genetic and phenotypic variation حتى يكون في عندي قياس ال-heritability تمام الشغلة الثانية إنه لما تكون ال-heritability high that doesn't mean high breeding value يعني لما نقول الصفة high-heritability rate or low heritability rate هي فعليا ما إلا علاقة بال-breeding value هي إلا علاقة بين قوة العلاقة بين ال-breeding value وبين ال-genotypic value تمام الشغلة الثانية هاي القيم it's a population major it's not individual يعني احنا ما منقص على ال-individual احنا منقضها على population مجتمع كامل من ال-animate وشغلة الثانية المهمة إنه it's not fixed يعني هاي ال-heritability قيمتها مش ثابتة وفعليا بتتأثر ب-non genetic factors زي environment management وغير ولما نحكي not fixed معناته إنه ما في قيمة تقرأه بكتاب معين أو بمرجع معين عن ال-heritability مثلا للملك production مثلا عسي المثال ال-dairy cows راح تلاقي رقم ثابت في كل الأماكن لا هي حسب ال-population اللي تم قياس فيه هاي ال-heritability وحسب الطريقة اللي تم فيها حساب ال-heritability ممكن إيش تختلف القيمة تعيدها تمام فالرقم مش ثابت مشانيك هسا راح فرجيكو بعض الأرقام راح تشوف انه فيها اختلافات بس بشكل عام ما راح تنتقل الصفة يعني اذا كانت الصفة ب-population معين high heritable trade عادة راح ظل high heritable trade هلا ممكن تتغير القيمة تعيدها من 0.5 0.6 0.55 0.45 بس ما راح تنزل مثلا 0.1 ما راح تطلع 0.9 طابع كيف شو معنا not fixed ولكن ما راح تتغير الفئة تبعتها انها moderate ولا low ولا high heritable trade طبعا زي ما حكيت طريقة قياس heritability في عدة طرق والتشابه بين related individuals ومدى sharing لل genes between related individuals المنقول related individuals اللي بيشتركوا بالأب أو بيشتركوا بالأب والأم اللي بسمهم siblings or full siblings or half siblings فالbreeding values among these relatives are correlated وهي راح تحتمد how close these individuals to each other وهي اساس اللي والresemblance among relatives اللي هو التشابه بين الأقارب هو أساس قياس الheritability حسنا لما تكون heritability high the phenotypic differences are largely the result of individual genes effect يعني إذا كانت للصفة high heritability rate راح يكون الاختلاف بالفيديو تايب بين الأقارب هو عادة نتيجة الاختلاف بالgen effect بينما لما تكون الصفة low heritability rate يكون الاختلاف the phenotypic differences are less related to breeding value يكون الاختلاف أقل ارتباطا بالbreeding value وبالgen topic value وبالتالي هو يرتبط بمن genetic factors مشانك هي الصفة low heritability rates تمام زي ما حكيت احنا ما بهمنا كثير كيف بتم قياس heritability لأنه it's out outside the scope of this course ولكن كلام بسيط كيف بتم قياس أنه بيعملوا regression للصفة كفينو type بالparents وبالoff springs وحسب إيش هذول أنواع اللي بيستخدموهم هل هم half siblings full siblings ولا related ولا unrelated بيعملوا regression والheritability هي عبارة عن the slope of this line فمثلا بهذا المثال بغض النظر عن التفاصيل الheritability تعيد هي point seven nine يعني هاي الصفة it's high heritability طيب كم قيمتها هي point تقريبا point eight تمام نيجي على هاي الصفة مثلا اللي بيتم قياسها مثلا في الخير على سبيل المثال كمان بدون ذكر التفاصيل بيعملوا regression لل mid parent height هنا بالنسبة لل withers height وال off spring height بيعملوا regression ويطلع عنا ال coefficient point six three nine بهذا المثال طبعا ممكن تقيسه في population ثاني من ال horses باستخدام individual ثاني ورح يطلع عندك regression equation مختلفة وبالتالي heritability رح تكون مختلفة ممكن ما تطلع معك point six ممكن تطلع عندك point five or point seven واضح كيف الطريقة الثانية اللي أكثر استخدام ال estimation لل heritability اللي يبتعتمد فعليا على التشابه بين half siblings وال false siblings وهم كمثال إنه مثلا بتقيسه heritability أو يعمل estimation heritability إلى صفة معينة فبيجيبوا males هالهم السير وضول الفemales فبيجيبوا عدة males بهذا المثال اللي هو three males A B C وكل واحد من هذول المales they were remitted to three females وكل واحد عط three of springs كمثال theoretical يعني لم يمكن بالواقع يحطوا عشرة وكل واحد يعطوا اثنين أو ثلاث وتفع المبدأ تاعه إنه بيقيسوا الفيديو على هذول ال individuals لا بالنسبة لهذول ال individuals هذول اسمهم full siblings ليش لأنهم هذول لهم نفس الأم ونفس الأب وهذول لهم نفس الأم ونفس الأب بينما هذول يعتبروا half sibling ليش half sibling لأنهم بيشتركوا فقط في الأب ما بيشتركوا بالأم وبالنسبة لل individuals راح يكونوا موجودين هون مثلا أو الموجودين هون هذول they are unrelated لأنهم ما بيشتركوا لا بأب ولا بأم فالتشابه والاختلاف بين هذول full siblings والhalf siblings والunrelated individuals هو الأساس في ال estimation للهيرتابلتي هذا بهمنا كيف بقيسوا الهيرتابلتي إحنا بهمنا بالآخر في عدة طرق لقياس الهيرتابلتي وهذه الهيرتابلتي مش ثابتة بتختلف حسب طريقة قياسة وحسب ال population إحنا بهمنا بالآخر القيمة عيدة وشو معنى هاي القيم وليش مهمة وكيف نستخدمها هلا أهم شغلة بالنسبة لأهمية الهيرتابلتي اللي هي في الانيميل سلكشن إنه لما تكون الهيرتابلتي is high it means the accuracy of phenotypic سلكشن is also high معنى الأكوريسي of the breeding value prediction is high ورح تكون فيه حتى للهيرتابلتي ولكن you need to use more information يعني باختصار لما تكون الصفة وهي حكيناها قبل هيك لما حكينا عن phenotypic سلكشن رح تكون بس لما يكون law رح تكون effectiveness of selection كمان law الشغلة الثانية عادة الصفات عادة الصفات اللي بتكون high heritable rate or moderate heritable rate عادة they are improved by animal breed through selection يعني الصفات اللي بتكون heritable التي تعدت عالية رح تكون مجدي ونافع و successful انك انت تحاول تحسن هاي الصفة بالnext generation عن طريق selection بينما الصفات less heritable trades ما رح يكون animal breeding والselection very successful بالimprovement لهاي الصفات بالnext generation وبالتالي بيتم التركيز على ايش على management وعلى mating system وليس على selection هذا هي 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 بشكل عام مع انه في عنا بعض الصفات low heritable trades ولكن لها اهمية كبيرة بحيث انه they still select or they still improve the performance of these low heritable trades through selection and breeding بس احنا نقول بشكل عام الصفات اللي بتكون low heritable trade الافضل يتركز على management في تحسين بينما صفات high heritable trades تركز على selection and breeding تحسين هذه الصفات تمام فبالتالي انه الصفة تكون low heritable trade هذا لا يعني انه selection is hopeless يعني مش شمعت انه ما بقدر عمل selection لا بقدر عمل selection ولكن راح يكون التغير والتحسن او ال improvement بالperformance راح يكون slower it will be more difficult and it will take more time فمعناته اذا كانت الصفة low heritable trade عادة انا بعتمد على management في تحسين هاي الصفة بالcurrent population وبال next generation بس still حتى low heritable trade انا اعتمد على animal selection والbreeding to improve this trade ولكن هذا سيكون حط بال انها سيأخذ وقت اطول سيكون اصعب في ان انا اشوف التحسن الملحوظ وبالتالي it will be slower improvement through generations مقارنة بالصفات اللي بتكون high heritable trades طيب هلا هون انا احط لكم عدة بسلايدات على different estimates of heritable trades وقيمة heritable ورح تلاحظ انه في اختلاف فيها حسب وين تم ال estimation لها heritable ونغم مثال مثلا بس بشان نشوف شو معنى هذا الحكيم نغم مثلا مثال dairy cows على الصفات اللي عاملنا بهذا الpopulation وقايص الheritable ونشوف انه مثلا ال calving interval الheritable التاعيت هي point one يعني low heritable rate وتعريف الcaving interval هو من الصفات طبعا اللي لها علاقة الفرتيليتي اللي هي الوقت بين كل calving الوقت بين كل ولادة وهي كمان معيار على الفرتيليتي فمنشوف انه هاي الصفة هي بينما مثلا الملك yield كمية الملك production هي moderate heritable rate الملك fat high heritable rate الheritable التي تعت point five five فاعتبادا على هاي بس فقط هذول ثلاث صفات انا كanimal breeder اذا انا بدي احسن الملك fat او الملك yield او calving interval through animal selection رح اشوف اكبر تغير وافضل تغير واسرع تغير اذا انا بعمل improvement للملك fat ليش لانه هاي الصفة هاي heritable rate فهذول الاندي فيجول الابقار اللي بدي اختارهم يكونوا parents اعتمادا على الملك fat percentage رح يكونوا فعليا افضل في تحسين الnext generation بينما لو بدي ااجي اعمل بالنفس الطريقة ان ااجي اختار الاندي فيجول اللي عندهم اقصر شيء وهي يعتبر مفضلة بالنسبة لهاي الصفة ما رح لاحظ تحسن ملحوظ في الnext generation ليش لانه الصفة هي low heritable trade تمام وقيس عليها بالصفات الأخرى في dairy cows او بال beef cattle او بال horses او بال dogs او بال portrait او بال sheep حسب شو انت الbreed اللي مهتم فيه فممكن تستخدم او يكون هاي heritability guide إليك في انهم شو الصفة اللي ممكن انا احسنها ب بال selection وشو اللي مفروض ركز على management يعني مثلا من ايجي على البرت على سبيل المثال ك egg size it's high heritable trade 0.45 فبالتالي اذا كان انا اهتمامي ك animal breeder to increase the egg size حجم الأيج في layer chicken المفروض انا اركز على animal selection بس اذا انا احسن الحاج ability مثلا لو نسبة الفقص here 0.1 here low heritable trade فحتى لو حاولت اني احسن الحاج ability عن طريق animal selection it will be difficult it will take a lot of time you will see a slower improvement through animal selection تمام بينما مثلا اذا انا انا مهتم بمثلا الشانك length اللي هو طول قطعة الشانك اللي هو الفخد البرولر it's higher retribulatory فانا ممكن يكون تركيزي على animal selection وهكذا تمام هاي من مصدر واحد من population واحد بينما لو شوف فون مثلا بمصدر اخر ل dairy cows وقارن الارقام وفيه طبعا صفات اخرى رح لابعين فيه تغير يعني مثلا milk fat percentage كنا حكين عن اللي هي هون كنا حكين fat percentage هي 0.55 بينما بهذا الpopulation الفat percentage 0.58 هي مش fixed مش تقول انه هون في خطأ لا ال first calving interval هون كانت 0.05 هون كانت كم اتوقع 0.1 calving interval 0.1 still هي lower retribulatory ولكن it's not fixed واضح كيف فهي مش ارقاب ثابت تاخذ رقم وضلك تشتغل عليه لا هو بيعتمد حسب الpopulation اللي تم حساب فيه high heritability و الطريقة لتنفي حساب heritability ولكن على الاقل بيعطيك انطباع عن الصفات اللي low heritability trade الصفات اللي high heritability trades الصفات اللي لازم انك انت تشتغل على animal selection في تحسينها او تركز على management تمام ازي ما حكيتون حطلكوا عدة حيوانات من عدة مصادر مشان نتكون عندك يعني فكرة عن قيم الheritability طيب اهمية الheritability بانها ايش مشان نعمل prediction للbreeding value والprogeny difference واذا بتتذكروا المحاضرة الماضية لما كنا نحكي على الbreeding value قلنا هي عبارة عن selection differential للضرب الheritability فاول اهمية لا الheritability هي اساس في ال-estimation للbreeding value اللي على اساسها بنعمل احنا selection لل polygenic trades فبالتالي الbreeding value الprogeny difference هم الاثنين بيتم ال-estimation بناء على قيمة الheritability تمام طبعا تعريف الprogeny difference اللي هو الفرق بين المواليد لنفس الاب او نفس الام هذا هو تعريف هو عبارة عن half of the breeding value of the parents لانو اكيد الparents سموا they pass one half of their genes to their offspring فمشان هيك منقول ال-estimated progeny difference هو عبارة عن half of the breeding value of the parents فبالتالي اذا انا بدأ اعمل estimation وهي حكين عن المحاضرة الماضية اللي هو estimated breeding value لل off springs هو عبارة عن half of the breeding value of the sire اللي هو ال-up وhalf of the breeding value of the that ولو اخذنا مثال وبالتالي من هاي الكمان بقدر اقدر او اعمل estimation لل phenotab اللي هو راح يكون عبارة عن mu اللي هو ال-average للpopulation plus the estimated breeding value لل off spring وحكينا احنا المحاضرة الماضية لسنوخ مثال بسيط مثلا اذا في عندي انا ستالون هاي كمان كثير بيستخدمها في مثلا اذا انا بدي اعمل insemination او mating between male and female وكون انا عارف ال-estimated breeding value ل الام والاب شو بتوقع المولود يكون ال-performance تابعه شو بتوقع المولود يكون ال-breeding value تابعه فلو فرض ما في عندي انا ستالون ال-estimated breeding value فور time in the quarter mile هو minus 3 seconds يعني الاب بيقطع هاي المسافة بأقل من ثلاث ثواني عن ال-population average والام بيقطع هاي المسافة ب-minus one second يعني اسرع بثانية عن ال-average of the population لو عملت mating between هذول ال-two individuals شو بتوقع المولود يكون performance تابعه شو بتوقع ال-breeding value لهذا ال-offspring فبالتالي باجب أقول breeding value of the offspring يعبار عن half of the breeding value of the sire half of the breeding value of the dam فبالتالي راح يكون نص الثلاث زائد نص الواحد وبالتالي راح يطلع minus two seconds فبالتالي I مهم ال-average لل-offspring مش لمولود واحد يعني لو هذول عملوا mating وعطوه مواليد ال-average لهذول لل-offspring from this mating will have a breeding value of minus two معناته two seconds faster than the average فلو كان ال-population average هو عشرين ثاني فبتوقع من ال-offspring من هذا المating انه يقطع هذه المسافة في 18 ثاني وعلا كيف انه انا كيف بوظف او بستخدم ال-heritability باني انا احسب ال-progeny difference واحسب ال-breeding value لل-individual و لل offsprings فبالتالي ال-breeding value of the parent is the key in determining the progeny and performance وبالتالي اذا احنا بدنا نستفيد the best animal in term of a breeding value and the breeding value of the parents selection would be easy اللي هو ببساطة انت تيجي تحسب ال-breeding value لل-individual تحسب ال-parents وبناء عليهم تيجي تعملهم selection تمام هون مثال تاني على ال-progeny difference تقدر تحلول لحالكم بس تعمل ال-practice كمان نفس الشي انه كيف انت تحسب او تستخدم ال-heritability في حساب ال-progeny difference تمام واضح حد عنده اي سؤال على ال-heritability هذا منا نحكي على موضوع ثاني كمان مهم اللي هو ال-repeatability في بعض التشابه بيناتهم بس اختلاف كبير جدا بين ال-heritability وال-repeatability ال-repeatability هي عبارة عن measure of the strength between it's the measure of the strength of the relationship between the repeated records of the trade in the population تمام فيبتحكي عن قوة العلاقة بين صفة تتكرر أكثر من مرة خلال حياة الحيوان لنفس الحيوان لنفس الأنماء تمام بينما ال-heritability قلنا ايش هي قوة العلاقة بين ال-phenotype وال-genotype هاي بتحكي عن قوة العلاقة بين صفة تتكرر بشانك اسمه repeatability or repeated records or repeated the trades يعني يعني مثلا وزن المولود عند الولاد بالنسبة للأم بالنسبة للمولود نفسه it's one one trait يعني بين الولد له وزن ولادي واحد وينيق واحد تمام بينما الأم هو يعتبر repeated the trait للأم لأنه فيه كل مرة بتولد أنا ممكن أوزن المولود وأشوف قداش الوزن تاعه فيه كل مرة بتفطن من المولود الوينيق ويد بقدر أحساب أنا هذا فبالتالي عبارة عن repeated trade بالنسبة للأم كل وقت بتحمل فيه كم نسبة الحمل للأم يعتبر repeated trades كل milk production في كل lactation بعد الولادة هو يعتبر كمان repeated trades واضح هذا نعم repeated trades طيب هذه repeatability كمان تحسب وإلها قيم وإلها فوائد واستخدامات في العلم البريدي لأن لما تكون repeatability high the first record on an animal is a good indicator of the future record يعني لو فرضنا جدلا إنه repeatability للbirth weight high معناته إذا هاي الأم الولادي هاي المولود تاحة كان above the average بخمس كيلو على الأغلب راح توقع كمان ولادتها الجاية يكون وزن المولود كمان أعلى ب 4-5-6 كيلو بس راح أكون أعلى من الأverage للpopulation ليش لأنه هاي صفة high repeatable trade بينما لو كانت الصفة high low repeatable trade I cannot guess what would be the phenotype in the next record يعني إذا كان وزن المولود المرة هاي أكثر بخمس كيلو مش بالضرورة يكون الولادة الجاية كمان وزنه أكثر بخمس كيلو أو أربعة كيلو ممكن يكون على الأverage أو أقل من الأverage فهي low repeatable trade واضح طيب repeatability it's a measure of the strength of the relationship between single performance record and the producing ability ورحنا حكي كمان شوية عن producing ability وكيف ممكن أستقدم طبعا هي زي heritability repeatability بتأخذ قيم من صفر إلى واحد اللي أقل من point two تعتبر low repeatable trades من point two إلى point four تعتبر moderate repeatable trades and أكثر من point four هي تعتبر high repeatable trades كمان نفس الشي رح نعطي بعض القيم وكيف نستخدم هاي الأرقام وتساعدنا في بعض الشغلات اللي أعلاقة بال animal طبعا repeatability كمان زي هزي heritability it's not fixed مش ثابت بحسب الطريقة اللي تم قياس وبأي population فممكن تشوف قيمة في كتاب معين أو في مرجع معين تروح على مرجع ثاني تلاقي مختلف it's not fixed وهو عبارة عن population not individuals مش لأشخاص 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 هي لأشخاص طيب اللي هون عندنا بعض على repeatability ولو جينا نحكي على dairy cows نفس اللي كنا نحكي عنه قبل شوي ك heritability هون قيم heritability sorry ال-reputability هون عندي أنا قيم ال-reputability ال-heritability اللي حكيت عنا قبل تشوف هاي heritability وهاي قيم repeatability ونشوف مثلا اللي هو services bear consumption bear consumption 0.15 caving interval 0.15 milk yield 0.5 fat percentage 0.6 heat placement 0.55 هذول هذول ايش repeatable traits على نفس ال-individual يعني ك علاقة بين repeated requests أوكي فمثلا لو جينا نخلنا مثال انه الملك يلد مثلا لك milk يلد احنا قبل شوية كنا نحكي انه يعتبر moderate heritable traits تمام يعني مش بالضرورة أو هنحكي الابقار اللي عندهم higher milk production نسبة هاي higher milk production عن population average هي مشكلات due to the better genetic value لأن هي تعتبر moderate repeatable traits moderate heritable trait تمام بينما الملك يلد ل repeated records لنفس ال individuals هي تعتبر high repeatable trait يعني الابقار اللي عندها low milk production بهذا lactation season أو lactation cycle next year على الأغلب كمان رح يكون عندها low milk production during lactation لماذا because the trait is high repeatable trait بينما لما أجي على مثلا caving interval اللي كنا نحكي عنه قبل شوي اللي هي الوقت بين كل ولادة و ولادة هي high sorry هي low irritable traits وبنفس الوقت هي low repeatable trait يعني لو كان الكافين interval between الكافين الأول والثاني 15 شهر مش بالضرورة كمان الكافين interval الجاي كمان يكون 15 شهر ممكن يكون 20 ممكن يكون 13 ليش لأنها it's low repeatable trait بينما لو كانت الصفة جدلا high repeatable trait بتوقع كمان الكافين interval إذا كانت 15 شهر هاي المرة المرة القادمة ممكن تكون حوالي 15 شهر ليش لأن هي high repeat هات قلت جدلا لو كانت هي بالواقع هي low repeatable trait تمام مثلا واجينا اخد مثال ثاني بس بشكل التوضيح اللي هو بالشيب اوكي الbirth weight مثلا او number born اللي هو عدد المواليد الشيب it's point one five يعني low repeatable trait يعني إذا اليو هاي السنة او هاي الولادة اعطت twins or triples مش بالضرورة كمان المرة الجاي تعطي twins or triples ليش لأنه هاي الصفة low repeatable trait اوكي الbirth weight بالنسبة للأم اللي هو الوزن عند الولادة هو يعتبر moderate repeatable trait واضح كيف كيف نستخدم هاي الارقام وشو معنى هاي الارقام وكيف نستخدم هاي الارقام وليش نستخدم تستخدم في عملية الكولنج الكولنج اللي هو الاستبعاد من الpopulation فلو فرضنا انه في عندي انا مثلا two dairy cows cow x is a potential cause because she was slow to breathe back وفي عندي cow y كمان is a potential cause because of her poor milk يعني انا في عندي بقرتين البقرة x والبقرة 1 تمام هذول انا بدأ استبعد يعني هم على اللس اللي انا بدأ استبعدهم من الpopulation اللي عنده من المزرعة تبعتي ليش لانه x was slow to breathe back يعني ما يعني لما القح ما بتصير pregnant مباشر why حط انا على list مشان استبعدها لانه عنده فيها عندها low milk production تمام هلأ لو بدأ استبعد بس واحدة من هذول الاثنتين مين المفروض اني استبعد المفروض اطلع على الصفة اللي خلت تاي الكاو او هاي الكاو باللسل اللي خلت تاي الكاو اللي هو اللي هو العلاقة بالفرتيلة اللي هو البرغنانسيري او اللي هو الكافي انترغل فعلينا والسيرفي البرغنانسيري 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 هذول الصفة تقريبا 0.15 تمام بينما الملك الآن احنا شفناها قبل شوي هي تقريبا 0.5 يعني بالنسبة لهاي الصفة او بالنسبة لهاي الابقار هي وهذه الصفة هي لوريبيتبل فهذول على الاغلب هذول هاي البقرة بالنسبة لهاي على الاغلب كمان النيكست لاكتيش رح يكون عندها بينما اكس لأنها هاي الصفة لوريبيتبل الجزء لو انا حسنت شغلات اخرى غير الجينيتكس رح يتحسن الفرتيلة تبعتها لأنها لوريبيتبل تريد ورح كيف انه انا باستخدم الريبيتبل في عملية الكولنج الشغلة الثانية كمان ان الريبيتبل تستخدم وهي الاساس في اني احسب الان مبي بي اي والان مبي بي اي ال موست بروبابل كوردوس اي اللي هي المتوقع او المتوقع بال نكست ريكور هيك خلنحسب تمام وهي الى اكواجيجن انا اجعل اكواجيجن مدين برجع لها ضول السلوكت في انه الستimated phenotype لل next record هو عبارة عن mu اللي هو ال average of the population plus the MPPA الن اللي اللي هو عدد records الر repeatability وهاي وهاي عبارة عن phenotype لل individual وهي ال phenotype ل average of the population ونأخذ مثال بسيط لو فرضا في عندي انا كاو هاي three milk records اللي هي 4000 باول record يعني اول lactation كاله 4000 lactation الثاني 5000 lactation الثالث 6000 ok ولو فرضنا انه population average المزرعة هاي average لهاي المزرعة ب lactation هو 3600 this is the average of the population والrepeatability للمilk yield اعتبرت انا هون 0.6 على ممكن انت تحتمد الرقم اللي بدك اياه المرجع اللي بدك اياه بس انا اعتبرت 0.6 يعني high repeatable rate فبالتالي باجي بحكي انه the protected producing ability اللي هو mppa شو بتساوي ثلاث لانه في عندي three records one two three ثلاث ضرب 0.6 اللي هو repeatability divided by one plus three minus one اللي هو العدد records ضرب repeatability ضرب الخمس الاف اللي هو average ل هاي الكاو وال 4600 average لل population فبيطلع عندي رقم اللي هو 317 تمام شو معنى هذا 317 هذا 327 بتوقع انه ال expected phenotype لهاي الكاو بال next record اللي هو الرابع رح يكون هو عبارة عن population average اللي هو 4600 plus the producing ability أو ال MPPA فرح يطلع عندي 4927 فهي بتوقع لهاي الكاو بناء على هاي المعلومات اللي جاي رح يكون 4927 واضح زي ما حكيت الأهمية repeatability شغلتين الشغل اللي هو ال calling الاستبعاد والشغلة الثانية التوقع أو prediction لل phenotype لل next record طبعا لازم كون في عندك record إذا ما في عندك record إنت ما بتقدر تتنبأ أو تتوقع أو تعمل estimation لل genotype الجاي وهي اللي آخر شي كنت ما حكيت عن ه التعريف 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 اللي حسبنا قبل شوي عبارة عن performance potential of individual for repeated traits or it's the ability of the individual to produce the same phenotype وبالتالي repeated traits ومن traits for which an individual has more than one performance شكل زي ما حكينا مثلا الملك production ك dairy cows lactation ال wool production كل مرة احنا من قصة الشيب اللي هم wool production لتويننج كل مرة الشيب بتعمل فيها ولادها شو نسبت لتويننج الويننج ويت لكل مرة هي بتعمل ويننج للمواليد تعيتها فهي عبارة عن repeated traits تمام طيب حدا عنده اي سؤال بشكل عام على repeatability وال heritability وعن استخداماته احنا بهمناش كثير كيف من قيسهم بقدر يعني شو معنا high heritability rate low heritability rate moderate or high repeatable or low repeatable rate وكيف نوضف هاي المعلومات في selection اذا احنا بنحكي عن heritability او بنعمل coming اذا احنا بنحكي على repeatability حدا عنده اي سؤال